امبي وطلاع الجيش برضي يقول لنا الاهداف سريع على كابتن محمد رمضان امبي وطلاع الجيش احرز الاهداف مسعد اسامة وعمر العزب لامبي ويوسف نادر لطلاع الجيش الجهاز الفني الامبي محمد السايد مدير فني كابتن واقل سوستا مدرب عام كابتن سلاح عشور مدرب كابتن ابراهيم هيسا مدرب حراس مرمى داري كابتن عماد الجعفري دكتور نادر السايد كابتن احمد سايد ومحمود عبد الرشيد عمال مهمين طيب خلينا نروح سريعا الى تقرير هذه المباراة فضل اوصي جبال ودي كورة عرضية هدف وهدف على طول مسعى وبيقلو كل ابراهيم بيقف على كورته ابراهيم غانم ابراهيم غانم ابراهيم غانم ابراهيم غانم بلعب على طول ليه كريم بلعب والله اولا بشكر ربنا وصحاته على المكسب الحمد لله رب العالمين وبشكر لعب تها الى الاداء الرجولي وطبعا قبل ده كله بشكر ركبتن عبد النصر زدان على التغطية المميزة لخطاعات لدوريات الناشئين كلها صراحة حاجة محترمة وكل الناس الدنيا بتتبعها ان شاء الله موفقينه ومزيد ان شاء الله من التقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا على المكسب كنا محتاجينه لان المطش اللي فات كنا متعدلين ويعني كنا قارب للفوز بس الحمد لله النهاردة المكسب ده يرجعنا للمنافسة تاني ويرجع لدي اللعيبة ثقة بندي تعليمات للفرقة كلها يعني اللعيبة ماشا كويس وبينفزوا التعليمات على اكمل وجه والله الحمد لله على الاداء المشرف للقطاع على مدار الخمس اسابيع يعني فاتوا الحمد لله كل الفلاء بتاعت الكطاع ماشى باسمترية سابعة والحمد لله وفقا للإستراتيجية اللي مرسومة من قدرة الكطاع الحمد لله بنقدر نساعد كل مدير فني وجهازه في تقنين البرنامج التدريبي الحمد لله عنا كابتن الحمد لله على الاداء وعالنتيجة والحمد لله على اداء في الفوز بشكر جاسة الفني كابتن محمد السيد والكابتن صلاح والكابتن واقل الحمد لله يعني على الاداء فوز مهم يوصلنا اللي احنا عايزينه ناخد البتولة بإذن الله نقمد لحضراتكم تقرير عن مباراة امبي والجيش وفز امبي باثنين واحد بملعب امبي النهاردة كلام معكم مراسلا لقناة التميز الرياضي دائما معكم مراسل قناة التميز الرياضي قناة الشمس ومصطفى الشوالي وكابتن عبد الناصر زيدان وملعب الشمس